خلينا كمان نقول للاستاذ حازم الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ألف ألف سلام عليك حازم الهواري كان مر بوعكة صحية الفترة اللي فاتت ادخل المستشفى اجريت له جراحة في القلب وخرج منها بحمد لله حازم الهواري عطاء كبير للكرة المصرية يمكن الوحيد في مجلس إدارة الاتحاد في تاريخه اللي نال ثلاث أوسمة نال ثلاث أوسمة رفيعة في التكريم مع بعثة المنتخب الوطني في الفوز بكاس الأمم 98 في بوركينة فاسو وأيضا مع كاس الأمم الأفريقية 2008 في غانا و2010 في أنجولا ثلاث أوسمة من رئيس الجمهورية وقتها تثبت أنه عطاء هذا الرجل للكرة المصرية والاتحاد الكرة والمنتخب الوطني نالت وأعطت الكثير حازم عطاءه كان مستمر هو عيلة الهواري بس ألبه ما بستحملش الفرحة قلبه تيح من حجم ما بدله من جهد ودي مشيئة الله يعني ما نقدرش نقول السبب إيه لكن أنا عايز أقول له الحمد لله على السلامة مفتقدينك وتعالك أوجه أهلا ومقبول من الجميع تمارس عطاءك مع نادي الأهلي بالقلب الجميل ألف الحمد لله على السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر